بيه مدام ريم نرجع معاك وقبل ما نختم الانتريديو متاع البارح خلينا نوري للمشاهدين الاستفتاء الشعبي اللي أطلقناه صباحا اليوم على صفحة مسلحة تونس فوق الجميع هل أعجبتك كلمة رئيس الجمهورية أمس على القناة الوطنية؟ نشوفه في ذرف ستة ساعات صوته 1467 توا تقريب في 1600 لـ 1467 هذوما انتجا كانت كل آتي 73% منهم ما عجبتهمش كلمة رئيس الجمهورية والحوار اللي وقع و27% يجاوبوا بنعم أي أعجبهم خطاب السيد رئيس الجمهورية وهذه نتيجة التصويت وهذا السنداج للناس اللي تتبع فينا تود شوف فينا على المباشر هدايا النتائجة شو نجم المستخرصوا منها؟ كما قلت لك قلت لك أنا رابو هو إطلالة كانت بالأساس على الأقل للمواطن التونسي كان يستنى فيه بش يخرج يتمنوا على وضع البلاد على الوضع الأمني اللي فما احنا وين ماشيين الانترفيو كيما كان يفسر مصطفى كانت إدارة الحوار كانت مهيش في المستوي في المستوي المطلوب قصر برشا علي حتى وقت اللي كان هو إلى تندانس إلى تندانس أسوبلي وقت اللي يجيب شي يخرج من العزلة اللي هو حاطت روح فيها ومن الباليز اللي حاطتهم هو يجيب شي تكلمه ويقصوا على بعضهم ويقصوا عليه ومفهمنيش يندرى نحكيو في قهوة ولا نحكيو في رئيس الجمهورية مرة أنت وهم يسألوا بالدرجة ويجيو بالعربية وعربيته مفهمنيش يندرى عربية فصحة ولا عربية درجة مهذبة وليسر مرات هذا كله لا يجب تطعه في الأخر على المواطن المطلقي فينا لم يفهمش خاصة إدارة الحوار الذي يعمل الحوار يلزم يعرف روحه في الأخر وين يحب في روسك وكيف تحب تجبد منه رئيس الجمهورية أو تتحور فيه ما تحب تجبد منه وكيف تحب تجبد منه وكيف تحب المطلقي المواطن يسمع فيه أو يتفرج فيك دعونا تحب انتباط تفليل ولا احد عدار الخروج من المواطن نحن لا تتكلم ما يعمل الذي يهمquierه يمكننا اعطيها ومرة عن الاستثماج ومرة عن الاخرى و мало تأريد عن كل شيء وعلى البرنامج وعلى الازيارة بتوكيه يتم ذلك الدين الثاني عندما يجب أن نتعليل المواطن بعد نهار خدمة لا يوجد مستعد لأنه يجنغل لأنه يحب أيضاً مع لغة كما جاءتك في الردود لغة لا يستنسي بها نحن لدينا مديدة حتى في الإذاعات والتلافذ ومشينا في الدرجة المهذبة ومع ذلك سهل في لغتكم لذلك لا تتكلمون باللغة العربية ومع ذلك تتكلمون باللغة العربية ومع ذلك لا تتكلمون باللغة المهذبة ومع ذلك تخرج لديك هذا المتعام ومع ذلك لديك المتفرج في المتحان أعطيني سفر له نطفيت التالي واسمح بحي